يعني تعارف فيه ناس شخصيات مسلا تعمل لها حساب مسلا. اللي هو مسلا لو دخل في خلاف معاه فهيطلع يتكلم في الاعلام. اه طبعا. هل هو بسبب ان شخصيته اه هادية. مش من عقيل بتطلع اعلام يهاجم مسلا واقل ولا يهاجم ابراهيم والكلام ده. هل دي كانت نقطة ضعف بالنسبة له? لا ده احترام مش نقطة ضعف. يعني بس انا بخدها نقطة ضعف انا بقى عارف شخصيتك. انت بتسميها نقطة ضعف صح كده? يعني انا بقى تبراك كده? هي بقت نقطة. همه يخدوها كده على فاية. هي بقت نقطة ضعف للاسف. ها? وبص انا بقول لك. ح dudك لهidi لو مشيته مش هيطلع كده? للا لاتبس للاسف. المحترم اللي لي ما بيتكلمش تمام? هو بقى نقطة ضعفه. يعني الشخص المحترم اللي بيتعامل بضمير تمام? بقت نقطة ضعف هو. مانا بقول لك هو. يعني انارى ما هي بقت كده. يعني اقول لك انت مثلا محد يجي يتعامل معك Holly يعمل لك الف احساج. انا? بتتكلم? لا والله مين اللي قال لك? لا بتتكلم برضو هتوضح وجهة نظرك. شخصيتك كده هتوضع. يعني انت جيت مسيك تنادي مشيت مش هتطلع توضح وجهة نظرك. هنا? في العموم. في العموم. لو تسألت. طب و لو انا? انا لو انا اتسألت. اه. هرد عليك. تمام? انا ما بفتحش موضوع خاص ليا. تمام. لا اكيد هتتسأل لانك انت برضو اسمك. لو اتسألت. ما تسألتش. هتوضح وجهة نظرك. لو ما تسألتش. هو عمره محد ما سنكلمه. وكده كده خد بالك. والله العظيم يا ابراهيم. اه انت بتتكلم انت برضو اللي جيبت سيرتي. انا ما بروح حتى نادي. اول حاجة بقولها له. عجبك الشغل. اهلا وسهلا. ما عجبكش في اي وقت تقولي شكرا. اقولك الشكر اللي عادي. واسأل علي اي حد اعدت معاه. عشان بس محدش يقعد يقولك. اسأل على اي حد اعدت معاه. اه. انا طبعا مش مدرب كبير ولا حاجة وانا اشتغلت في قنديها ممتاز به وتالتة على قدي بس دايما اقول كده. دايما بحترم نفسي. على طول. ما عنديش اي مشكلة على فكرة. طب. لان الشغل بالتراضي. بمناسبة ده قبل مراحل الفاصل. انت لو ما كان كابتن هاب جلال في الظروف اللي هو مر بيها اللي انت بتقول عليها ان هو اه محدش سبر عليه. كان مفروض يطلع يتكلم لو انت ما كانوا هتطلع تتكلم ولا لا? كان مفروض هو يطلع يتكلم يوضح ولا ما يوضحش? الطبيعي. هو يطلع. موسى ابراهيم هارجع اقول لك تاني. انا لو قعدت هنا. وتسألت هرد. مم. ما تسألتش مش هرد. يعني مش هطلب ان انا هطلع عشان هرد. مم. مش عايز. ما هارجع اقول لك تاني. اللي بيحترم اللي بيحترم بيحترم نفسه. الطبيعي كان المفروض في الفترات اللي هي تغييره مرة واحدة كل اربع ماتشات والمواقف اللي هي. لما يتسأل يطلع يرد. المفروض. لما يتسأل يطلع يردش. ما ردش بقى هو يعني زي ما قلنا شخص محترم جدا. تمام? وزي ما قلنا للأسف ان دي بقى اتخذ نقطة ضعف. ما هو خلاص احنا بقينا هنا اليمين شمال والشمال يمين والدنيا عكس عكاس. والله العظيم يا ابراهيم. عارف والله. يعني يعني هرجع اقول لك تاني. وانا اقول تاني بارك. مصر كلها كانت حزينة في وفاة احمد ريف. ولحد الوقت واحمد ريف. مصر كلها حزينة على الكابتين اهاب جلال ارحمه. صح? صح. ورغم ذلك الناس هي هي ما بتتغيرش. بتتفل معك في دي. الناس حتى وهي بتعزي ولا يا سيدي ماشي وراه حتى وهو في الدفنة. المنظر طبعا يحزن. والناس كلها زعلانة وبتعيط. والله اعلم في نفوس الناس ايه? يمشي يوم شكرا عيد الكرة تاني. طب احنا نعمل ايه? هل اللي مش هيبقى. يعني انا مش فاهم يا ابراهيم بس. تعمل بكوة. ثم انت قوي انت ممشي. مفيش حاجة اسمها. القوي قوي باحترامه. مجال ده بالزيت. القوي. بص بص يا ابراهيم. اللي هيبقى ضعيف? لا بص يا ابراهيم. هيقع. القوي. المفروض. هو قوي باحترامه. قوي بالتزامه. اه? قوي بادبه. مش قوي بلسانه. اللي هو بيطلع حاجات مش كويسة. مش قوي بيدراعه. الرجل مش دي الرجولة. مش ده الاحترام. لو هي كانت بت. لو هي بتتاخد كده الشخصية القوية ملهاش علاقة. يعني بالاحترام زي ما بيتقال. للاجبل. كولو احادي عارف حدوده. يقولو احادي عارف حدوده. impro dumplings. كابتن اهابي جلال الله رحام شخصية قوية. اخد بالك فيه فرق. مش شخصية قوية مش لازم ازعها. مش لازم اشخد. مش لازم اقول الفاظ. مش لازم اطلع. انا مابتكلمش. لا لا مش لازم اطلع على العجعة في التلفزيون. استهبت. مش لازم اطلع على العجعة في التلفزيون. مش لازم اشر غسيلة عاا. عالهوة. مش ده الاحترام. مش ده ده اللي ينفع. ما بقول لك للأسف. للأسف. لو ده اللي ينفع والله. ما انا بقول لك للأسف. يعني احنا مش فاهمين. والله العزيم الواحد مش فاهم. بس ده اللي ينفع. انا وده اللي ينفع بقى خلاص. لو لو انت طيب وجميل وبتماشي مركض تكل. بسمحاش طيابة. هرجع عبطل انا اقول لك ما دهر كلنا طيبين. ما سمعاش طيابة اسمها الانسان اصلا في الاصل هو طيب. ما هو ما تولدش شرران. خليك طيب. تمام بس بس ما اسمها احترام والتزام وسمعة. بس خليك طيب. اه خليني طيب.